أهلاً بحضراتكم من جديد وما تخافش على الأهل طول ما الأهل لما بيتكلم على حقه ما بيطلبش زيادة عن حقه وبيطالب دايماً أنه الأمور تكون في ميزان عدالة واحد لما تديني حاجة مش هكون مبسوط لما تحرم الآخر منها الآخر أي منافس بس في نفس الوقت لما تدوسل على طرف هسأل للباقيين أنت تتعامل بأنه معيار وهنا الكلام لاتحاد الكرة ولما بقول اتحاد الكرة بقصد منظومة إدارة الكرة في مصر لا بقصد مجلس جمال علام ولا لجنة أحمد مجاهد ولا لجنة عمر الجنيني ولا مجلس هنا بريدة ولا مجلس سامير زهر الله رحمه ولا أي حد بتكلم على منظومة إدارة الكرة المصرية لأنه السابت فيها مع كل هذه المتغيرات في الأشخاص دايماً إهدار حق الأهل وباستمرار أي مشكلة للأهلي تلاقوا الرأي الراغب في أنه يظهر أنه شجيع السيمان في أي موقف موافعك أنه أنت تكون شجيع السيمان بس خليك على طول يعني مش مرة عطريس ومرة مش عارف مين فاكرين لما النادي الأهلي جي سجل كهرباء لما جي من البرتغال طلع اتحاد الكرة بقرار قاطع قال ساعتها اليوم السابع اتحاد الكرة يشترد سداد مستحقات البث والعقود المتاخرة قبل قيد كهرباء طلع الاتحاد وقتها في يناير عشرين عشرين اتدفع مقابل الكهرباء فاتورة ادفع اللي عليك قبل ما سجلك لعب وساعتها الناس قالت ما هو الاتحاد يا جماعة بيلم ديونه مع الاتحاد معذور الأهلي عنده فلوس لازم يدفع راح الأهلي سدد كل المتأخرات عليه عشان يسجل اللعب بتاعه في قيد يناير سدد اللي عليه تلف اللفة وينشر اليوم السابع نفسه ولكن امت بقى في تلاتين نوفمبر عشرين عشرين اتحاد الكرة يوافق على جدول الديون الزمالك لانهاء أزمة القيد الله هيديل هيديل لانه اخد مستحقات المتعادل الافريقى وراح خادها من بره بره اديلي جدول لك الفلوس انت متخيلين ده نفس يعني انت مرة في يناير ومرة في نوفمبر واخيرا طبعا عشان كده انا بقول لكم الموقف سابت الموقف ضد الاهل في التعنت سابت وفي التسهيل في الطرف التاني سابت لانه لسه مجلس الاساس جمال علام من اسبوعين وافع على جدولة كل ديون نادي الزمالك عشان يديله رخصة النادي المحترف مفهوم الجدولة ايه بتدفع لي ماسي خمسين في المية والباقي وقصاته هو دفع ايه حد عارف ما حدش اعلن يعني تم ممكن مثلا على رأي رحانة ما بيقول له قصاتهم علي قال له يعني عايز تشتغل تلاتين سنة عشان اخد فلوسي في السلام افخيه ايه الجدولة عبارة عن ايه حد يقول لي دفع مليون اتنين خمسة من اصل كم خمسة اللي هما يقال ان الوزارة ادت الآلي خمسة وادت الزمالك خمسة كويس هنا يا جماعة اتحاد الكورة وهو بيساعد نادي الزمالك نقول له برافو نادي مصري متعسر نادي مصري مش قادر يسدد كل الديون اللي عليه عنده رخصة تحتم عليه ان هو يخد عشان يشارك في بطولة افريق ماشي موافق ومرحب ويحيى انه يساند الاندية بس النادي الاهلي ده نادي والله النادي الاهلي يستحق هذه المعاملة برضه مش الاهلي بس كل اديت مصر لا ما هو هو اللي حصل من تشدد مع النادي الاهلي ويحصل تسهيلات اخرى اللي بيحتاج الرخصة الناس اللي بتشارك خارجيا فهي دي المشكلة فانت وانت بتتساهل وانت بتيسر في اتجاه لازم ان تشتغل بنفس المعيار في الاتجاه التاني مش تعنت وتشدد مع الاهلي ثم تساهل وتسهيلات في الاتجاه التاني هل ده معقول هل دي عدالة في الادارة حتى في التحكيم التحكيم بقى في اهدار العدالة حد سوالا حرج وانا بقول لكم انت بتتكلم على وقاع ثابتة وبينا قررت بتعطى هنا لا تعطى هنا المفارقة انه الاسبوع اللي فات ده وقعة غريبة جدا مباراة الزمالك والمقاولين عبد المجيد ناشئ الزمالك بيعمل جنب عشان يسجل هدف اللي في غرفة الفار عمر الشناوي بسرعة هدف اتفرجوا اهي ويريت نجيبها مع الصورتين لانه نفس حكم الفار هو نفسه على نفس اللعبة اي من اشرف في البنك الالي يلغيها لان هي شايف ان هو فاول على اي من اشرف تيبي كال ابعادة الالي كوب باست لتنمع بعض شايفين ديت وشايفين ديت شايفين اللي فوق واللي تحت قدي الاتنين اللي فوق اي من اشرف فاول عليه من حكم الفار اللي هو نفسه يحسب اللي تحت شوفوا شوفوا الاتنين مع بعض عاملين ازاي يا جماعة فين المعيار هنا وانا بكلمكم على نفس غرفة الفار حاجة غريبة جدا في نفس المباراة الزمالك والمقاولين الزمالك والمقاولين حرص المرمى عواد في ضربة الجزاء للمقاولين يتحرك برا اللاين واللعبة تدخل شرعا وفي كل الاعراف لازم انتتعاد الحكم يصفر ويحسن وغرفة الفار ما تستدعوهوش رغم النداء يعني اختصاصها الطبيعي والاصيل لكن نفس غرفة الفار في مباراة للأهلي دسوق الحكم الفار اللي مكتوب على الأهلي يروح مفتش وجايب الجون الأخير جايب ان الفول كانت الكرة في منشأها أول مبارح فيها فول ويوقف الحكم ويرجعه عشان يروح يبص على الكرة من قبل كده رغم انه كان الكتف في الكتف ما كانش فول بس انت بتدور على اي حاجة تلغي جايب جون الأهلي ولما لغيت جون الأهلي وكرة متحركة وحسبت عن نادي الأهلي جون من كرة متحركة نفس الخطأ تحسب هدف من كرة متحركة في مطش الزمالك ثم في مباراة الأهلي هو هو نفس الخطأ لا بالعكس بقى كرة الزمالك مش بس متحرك لعبها مرتين زعها فراكها برجله كده وبعدين تسمع بقى كابتن قصام عفتاح يقولك دي روح الفار وتطلع الدنيا كلها تضحك يعني روح الفار ويبعت للاتحاد الدولي يسألهم على الواقع بتاعة الآلف يقول له لا لا هي روح يقول صحيح وما كانش يجب على الفار يتدخل وما حدش يتكلم لا هو اللي حصل لان دي روح الفار بس في مطشة زمالك والأهلي أو الأهل والزمالك الفار تلع تروح ما هلاش تفسير تاني كابا نعمل ايه الفار تلع تروح الراجل دا سعى الكرة وعملها كده ولعبها يعني أي عقل أي مطلوب نقبل الكلام ده ازاي واخد بالك احب تكلم من وقل حبنا ونا وانا محدش بقى مش مطلوب حد يستثمر هذا الكلام يعني في أي اتجاه آخر طيب جهاد جريشا كابتن جهاد جريشا يتحدث بعد مباراة الزمالك والمقاولين عشان يبقى دا مش كلامنا دا مش كلامنا غرفة الفار اللي بتلغي قرارات للنادي الأهلي واللي بتلغي أهداف للنادي الأهلي هي غرفة الفار اللي هيتكلم عنها لكابتن جهاد جريشا مش احنى بعد مباراة الزمالك والمقاولين أولا رجل الجزاء الماولين والزمالك الماولين رجل الجزاء الماولين صحيحة حاكم احتسابها وكان فيها فرصة محققة مع وجود الكرة موجودة وفيه منافسة على الكرة وبالتالي الانظار المستحق من أمين عمر فرجل الجزاء صحيحة والانظار المستحق هنشوف التنفيذ لاحظ تنفيذ اللعب الماولين العرب في لاحظة اللامسة أو قبل اللامسة كمان محمد عواد مغادر بكامل رجليل اتنين خط المرض وبعد كده محمد عواد حارس مرمى الزمالك تصدق الكرة وصدها كان لازم أو يجب على حاكم الفار التدخل ومطالبة الحاكم بيعادر رجل الجزاء مرة تانية في مباراة طلع الجيش وبيراميدز حاكم الفار نفس الكلام الشناوي حارس مرمى بيراميدز فارق بكامل رجليل اتنين خط المرمى وبالتالي طبعا حاكم الفار قاعدها وتعادت تاني ودخلت جود عايز اقول ان فيه في المباراة في مباراة طلع الجيش وبيراميدز حاكم الفار طبق في مراش الزمالك الحاكم الفار اخطأ لازم يعيد ركلة جزاء نادي المؤولين العرب طال معايير يعني اختلاف المعايير اما تبقى من من الشخص الواحد من شخصين ولو ان انا مش مع هذه المقولة يعني تتبلع شوية لكن من نفس الشخص يبقى ايه ماذا ناخدها بحسن ان ايه طيب لكنها مؤثرة ودائما الطرف المستفيد حد والمضار حد تاني هما هما الطرفين دول توجيه بطولات ولا اوضح ايه هو ده اللي بدأي الناس خلي بالك ايه يعني خلي الناس عارفة ان ما فيش فايدة هتتلحق هتتلحق هناك فانت لازم كان رايحة نفسك عشان تستحمل هذا الكلام بس نشوف كمان رأي كابتن سامير عصمان كان قرر الحكم ممتاز انه حسب الفول واند اتظار لحمة التوفيق اللي هو دي في ديئة 45 بعدها في ديئة ونص ايوان كرة سهلة كرة سهلة مع العيب نادي الاهلي و احمد توفيق احمد فاتح احمد توفيق نجي نبص عليها فيه لقب بالتهور من العيب نادي بيراميس احتسب الخطأ السليم والمسافة حوالي 15 متر هنا الكرة دي زي ما احنا شايفين لعبة بتهور دي الكرة الوحيدة في التسعين دي كابتن احمد تلخذ الحكم انه لعب بدماغه شو وانقد يحسب حسابات انت هو لعب مدينه انذار في 45 المشكلة لعبة بتهور سهل جدا تفضل انذار التاني هنا طبعا حكم هذه الكرة كانت تستحق انذار لازم الانذار وبالتالي كان الانذار التاني كان حيطرد على الاسر طبعا دي الكرة الوحيدة كابتن احمد تلخذ حكم المباراة لعب شوية حسابات دي لعبة مهمة جدا نرجع تاني تحركوا لحكم ممتاز زوية ممتازة فعلا الكرة جات في ايد لعب نادي الاهلي لكن دي بنسميها اليد الداعمة اليد الداعمة هنا خلاص مفيش مشكلة حكم المباراة رجل مساعد الحكم شايف حكم الفار من غير ما نحس برضو كمر باستمرار لعب كان قرار سليم جدا ودائما وابدا اخطاء الفار ضد الاهلي